فيلمنا بيبدأ بمجموعة ستات عايشين في مستعمرة وفي يوم بيكتشفوا ان الرجال اللي عايشين معهم بيعتدوا عليهم مش الاشبح والشياطين زي ما كان الرجال مفاهمينهم وده بعد ما مسكوا واحد منهم وحبسوا في قوضة وفي الوقت ده بتظهر سالومي وبتتخاني مع رجل وبتضربه لكن في النهاية الشرطة نقلت المعتدين للمدينة عشان يحموهم وكل رجالة المستعمرة راحوا للمدينة عشان يدفعوا الكفالة ويخرجوا المعتدين من السجن ودوا الستات يومين عشان يسامحوا المعتدين وإلا يطردهم من المستعمرة وفي الوقت ده قررت الستات النوم يصوتوا لنهم يفضلوا عايشين في المستعمرة وما يعملوش حاجة ياما يفضلوا ويقتلوا اللي اعتد عليهم ياما يمشوا وكانت نتيجة التصويت المتعدلة بين النوم يفضلوا ويقتلوا وبين النوم يمشوا فبتقرر الستات النوم يتجمعوا عشان يقرروا هيعملوا ايه وما كانش قدامهم غير 24 ساعة بس يقرروا فيها وفي الوقت ده بيظهر اوجست واللي بيكون الرجل الوحيد المتعلم في المستعمرة وده لانه والدته خدته هربت زمان وبالتالي علمته دخلته الجامعة والشيوخ المستعمرة وفقوا انه يرجع بس عشان يعلم الولاد في المدرسة واجتمع اوجست مع الستات عشان يدون اجتماعاتهم وبعدها بيبدأوا يخسلوا رجل بعض قبل يفتح المجلس بتاعهم عشان يكرموا بعض ولما بيبدأوا الاجتماع بتقترح واحدة فيهم واللي بيكون اسمع سكارفس انهم لازم يغفروا وده لانهم لو ما عملوش كده هيتطردوا من المستعمرة وبالتالي هيتحرموا من دخول الجنة فبتتعصى بسالومي وبتقولهم انها مش هتقدر تغفر ولا عمرها تسمحهم فبتدخل مياله وبتقاية كلام سالومي فبتسألهم سكارفس ان كان دخول الجنة مش فارق معهم فبترد قون عليها واللي بيظهر انها حامل من واحد يعتاد عليها وبتقول لاني في حاجات في الدنيا تستاهل انهم يعيشوا عشانها فبتدائس كارفس من ردها وبتاخد حفيدتها وبتسيب المجلس وبتمشي وبعدها بتتكلم اجاثة وبتطلب منهم انهم يقرروا ان كانوا هيمشوا او هيقتلوا وده الانهية دي الخيارات الوحيدة لقدامهم فبتروح اجاثة عند اوجست وبتسألوا ان كان عنده رأي في اللي بيحصل فبيقولها انه يعتقد ان ممكن الافراد تسيب مكان او اشخاص مقابل انهم يوصلوا الاماكن تانية غير متوقع تماما فبتقول ميال انها عايزة تفضل وتقاتل فبترد ميريكا عليها وبتقولها ان الرجالة ساعتها يكسبوهم وهيضطروا لهم يسمحوهم غصبا عنهم فبتقول سالومي انها كمان عايزة تفضل وتقاتل فبتقول لها ميريكا انها مش حاجة جديدة وانها طول الوقت عايزة تقاتل وبيبقى مش عاجب ميريكا اللي بيحصل وبتقولهم انهم مش بيفكروا بالمنطق وده لانها شايفة انه اي خيار غير انهم يسمحوا الرجالة جنون فبتتعصب سالومي عليها وبتقولها انها تسمي المجلس قدام درق ايها فبترد جريتا واللي بتكون والدة ميريكا وبتقول لي سالومي انها عايزة بنتها تفضل في المجلس فبتدخل اونا وبتسأله من كانت المغفرة اللي هيدوها للرجال الحقيقية ولا لا وفي الوقت ده بيشوفوا اوتشا واللي بتكون بنت ميريكا وهيقعد على السقف بيزعقولها وبيطلبوا منها انها تنزل ولا السقف هيوق عليهم وبعدها بتفضل اوتشا تلعب مع نيتشا صاحبتها وبيبقوا زهقانين وعارفين ان المجلس مش هيخلص وبتطلب اونا من اوجست انه يعلق ورق على الحيطة ويكتب فيها السلبيات والايجابيات لاقتراحاتهم بس بخط كبير فبتستغرب مياله وبتقولها انه مش هيفرق في حاجة ودلق انهم مش بيعرفوا يقروا لكن اونا بتبقى مخططة ان الورقة تفضل موجودة وتشهد على نضالهم وبعدها بيسألوا نيتشا ان كان عندها سلبيات فبتسألهم ان كانوا هيسيبوا اللي بيحبوهم ويمشوا فبتقولها جريتا انهم هياخدوهم معاهم لكن ميال ما بتكونش مقتنعة وبتقولها انهم مش هيقدروا ياخدوا كل المستعمرة معاهم فبترفع اونق ديها وبتطلب منهم انهم يفكروا باللي هيقتلوا عنه قبل ما يكتبوا الايجابيات والسلبيات فبتقولها سالومي انه واضح انهم بيقتلوا من اجل سلامتهم وحريتهم من الاعتداءات فبتطلب اجاتها من اونق انها توضح كلامها فبتقولهم انهم لو فضلوا لازم ياخدوا تصريحات من الرجالة وانهم هيكونوا مشتركين في جميع القرارات الخاصة بالمستعمرة وانهم هيسمحوا للستات بانهم يفكروا ويتعلموا القرية والكتابة وان المدرسة تبدأ توريهم خارط العلم عشان يعرفوا مكانهم فيهم بالظبط فبتقولها اونق عليها وبتقولها انهم ستات من غير صوت فاكيد الحاجة الوحيدة اللي فضل لهم هي الحلم فبتسألهم اونق لو كانوا ظلمين الرجالة وان اللي مسكون ما كانش مزنب فبتصدم اوتشا لكن والدتها مش بتديها فرصة تتكلم لكن نيتشا بتتكلم وبتقولها انها شفيته بعينها فبتمفعل سلومي وبتقولها انها مش مسئوليته منهم يحكموهم لكنهم عارفين كويس ان الرجالة هي اللي بتختصبهم مش الاشباح ولا الشياطين زي ما كانوا مفاهمينهم وانهم عارفين برضو ان الرجالة كانوا بيخضرهم بمهدقة البقر وبتتعصب سلومي اكتر وبتقولها انهم اتجرحوا وبقى حوامل وفي منهم ماتوا وانهم عارفين كويس انهم لازم يحموا اطفالهم بغض النظر عن مين اللي مزنب فبتهديها اجاتا وبتحضنها وبتقولها انا ان ممكن يكون الرجالة اللي مسكون مش مزنبين لكن الاكيد انهم كانوا عارفين اللي بيحصل لهم وسيكته فبتقولهم ميال ان الشيوخ وصفوا المعتدين بنهم اشرار لكنهم عارفين كويس ان الشيوخ اعترفوا بكده عشان يبقى ليهم نفوذ عليهم فبتقترح انا بنهم يطلبوا من الرجالة نهم هما اللي يمشوا فكلهم بيستغربوا وبتقولها والدتها ان عمرهم ما طلبوا من الرجالة اي حاجة ولا خدوا منهم اي فلوس او حتى ربوا الحيوانات بتاعتهم او فضلوا جنبهم هما بيولدوا للمرة الاثناشرة وبتقول اجاتا انه من الغريب ان الطلب الوحيد اللي هيتطلبوا من الرجالة انهم يمشوا ويسيبوا البلد فكلهم بيسكتوا وبعدها بيفضلوا يضحكوا فبتقولهم انا انهم لما يحرروا نفسهم لازم يعرفوا ما مين فكلهم بيسكتوا ومش بيعرفوا يردوا فبتطلب سالومي منهم انهم يفضوا المجلس على العيشة عشان تلحق تدي البنتها الدواء فبيستغربوا انها عرفت تجيب دواء من الاساس فبتقولهم اجاتا نوسالومي خدت بنتها على كتفها وفضلت في الطريق ام ونص عشان تروح للعيادة وتجيب الدواء وبعدها بياخدوا استراحة وبتقف مياله وبتفضل تدخل ولا ما بتدخل قوتش عليها بتطلب منها انها ما تقولش لحد وبيفضلوا يتكلموا عن نيتي واللي بتكون وقفة قدامهم وبتلعب مع الاطفال وانها ما كانتش تعرف ان كانت حامل من اخوها ولا من صحابه وانها من بعدها قررت تلبس لبس الرجالة وما تتكلمش غير مع الاطفال بس وبعدها بتروح قوتشا وبتملى مايا من قدام بيت اوجست ولي بتفضل تسأله عن والدته فبيقول لها انها شكت في انفوز الرجالة اللي في المستعمرة وساعتها قررت انها تهرب فبتسأله قوتشا ان كانت ماتت فبيتأثر اوجست وبيهز راسه وبيقول لها انه لما بيسمعهم وما بيتناقشوا بيفتكروها وكأنها موجودة وسطهم وفي الوقت ده بتظهر عربية هو اللي بتطلب من سكان المستعمرة انهم يخرجوا عشان تعداد السكان لكن الستات بترفض تخرج وبعدها بيرجعوا للاجتماع وبتحمل قوتشا فيهم مقلب وبتدخل عليهم وبتقولهم انها مش هتقدر تعيش تاني وبتمثل انها تنتحر فبتترعب مريكا وبتزعلها لكن قوتشا بتعرفها ان والدها يرجع للمستعمرة عشان يبقى الحيوانات بتاعته ويدفع الكفالة للمعتدين فبتدائق وبتخاف ولما بيطلب اوجست منهم انهم يركزوا على السلبيات بتتعصب مريكا عليه وبتقوله انهم اللي هيقرروا اللي يحصل في الاجتماع وبتهينه وبتقوله انه مش مزارع فاشل عديم القيمة هو اللي هيعلمهم على اخر الزمن فبتسكتها والدتها وبتتعصب عليها وبتقولها انه جوزها يرجع وهيبيع كل حاجة وبعدها هيضربها هي وعيالها كعادته وهي كعادتها مش بتعمل حاجة غير انها بتطلع غضبها عليهم لكن اوجست بيعتذر عن تدخله وفي الوقت ده بتدخل بنت سالومي عليهم وبتقول والدتها انها تعبانة بيشوا مع علم فرقهم لابنائهم ورجالتهم لكنهم بيبقوا شايفين انهم لازم ينجوا بنفسهم وانه حريتهم اهم من كل حاجة وبيفضلوا قاعدين لحد ما ليل بيجي عليهم وبعدها بيسيبوا الاجتماع وبيخرجوا ولما بتخرج اونة بتفضل ترجع وبيساعدها اوجست وبيجيب لها ماية فبتقولوا اونة انه وجوده وسطهم خير ودلق انه بيفكرهم ان كل حاجة ممكنة فبيعتذر لها اوجست لكن اونة بتضحك وبتقولوا انها تتمنى تسمع الكلمة دي في يوم من الايام من اللي اعتدوا عليها فبيقول اوجست انه عايز يبقى جنبها ويربي طفلها فبتقولوا انها عارفة كويس وتاخد ايده وبتحطها على بطنها وبعدها بتقولوا انهم لو فضلوا في المستعمرة هياخدوا ابنها منها وهياخدوا العيلة تانية تربيه ودلق انها مش متجوزة لكن هي مش هتسمح بالنضاء يحصل ابدا وبعد كده بيرجعوا للاجتماع وبيتناقشوا اذا كانوا هياخدوا الرجال معهم لكن ميال ما بتكونش موافقة وشايف ان اقتراح سخيف من الاصل انهم ياخدوهم معاهم فبتفكرهم سالوهم انهم لست متفقوش ان كانوا يمشوا من الاساس ودلق انهم مش معهم خريطة ومش عارفين مكانهم اصلا وبالتالي هما مش عارفين هيروحوا فين فبيقولهم اوجست انه ممكن يجيب لهم خريطة من المدرسة وفي الوقت ده بتدخل ميال في نوبة هلع ومش بتقدر تاخد نفسها وبتفضل تفتكر حدث لا تداء فبتحاول اجاسا انها تهديها وبتفضل تصلي لحد ما بتهدى وبالنفسها بيرجع وبتتاري امريكا عليها واللي بنعرف انها اختها وبتقولها انهم كلهم اتعرضوا للاختصاب وبتبقى شايفا انها بتبالغ وعايزة تجذب الانتبات فبتطلب سالومي منها انها تسكت وبتزعل ميال وبتقولها انها قل واحدة فيهم بتتكلم فبتتعصب امريكا عليها وبتقولها ان اللي بيحصل لها ده بسبب شور بالسجاير وبتطلب اجاتا منهم انهم يهدوا بدل ما هم عمليين يوجهوا غضبهم لبعض وبتطلب من ميال انها تتكلم لكنها مش بتقدر وبتعيط وبتقولهم مريكا انهم لو مشوا الشيوخ مش هتخفر لهم فبتقولها والدتها انهم ممكن يلاقوا رجال دين يتفهمهم ويخفروا لهم لكن سالومي ما بيكونش عجبها الكلام وبتقولهم انهم مش محتاجين رجال دين يخفروا لهم من الاساس وانهم كل اللي محتاجينه اليها رحيم وبتنهره بتقولهم انها هتتدمر وهتتقتل زي اي حد هيفكر في انه يشبع رغماته بجسمه بنتها اللي عند 4 سنين فبتتكلم اجاتا وبتطلب منهم انهم يفكروا في سلامهم وبتقولي سالومي انها لازم تسيب المستعمرة قبل ما تتحول لمجرمة وانهم كلهم لو قعدوا هيضطروا انهم يواجهوا العنف وبتعيط وبتقول انها عاشت طول عمرها في المستعمرة وما تعرفش مكان تاني غيرها ومع ذلك لازم يسيبوها ويمشوا قبل ما تتحول لصحة حرب وبتأيدها اونة فبتوافق السالومي على انهم يسيبوا المستعمرة بدل ما يقتلوا فبتتكلم امريكا وبتقولهم انهم يزاي يسيبوا عليتهم وبلدهم ويمشوا فبتقول اونة ان بلدها هي المكان اللي فيها والدتها واختها وبناها اللي لسه يتولد فبتسألها امريكا ان كانت بتكره الجنين اللي في بطنها وده لانه هيفكرها طول الوقت باللي حصل لها فبتقول اونة ان الجنين ده اكتر حاجة بتحبها في حياتها وبعدها بتفضل تتكلم عن انهم لازم يمشوا فبتزع امريكا فيها وبتطلب منها انها تسكت وبتتكلم والدتها وبتقولهم انهم لما هيمشوا ممكن يسامحوا الرجال اللي اختصبوهم وانهم مش هيبقوا جبنة ولا بيهربوا لكنهم هيحموا نفسهم وبعدها مش بتعرف جريتا انها تشوف وبتقولهم انها بتحتضر فبتترعب ميال وبعدها بتقول والدتها ان ندرتها عايز تنظف وبيفضلوا يتحاكوا فبتدق امريكا منهم ولما بتحاول امريكا انها تكلمها بتينها وبتوصفها بانها عانس وعاهرة فبتزع لها سلومي وبتقولها ان امريكا ملهاش يد في اللي حصل لها وبتقول لي مريكا انها مش خايفة ان ولادها يتحاولوا لوحوش زي ابوهم ودل انها ما حاولتش حتى تحميهم فبتزع اجاتها فيهم وبتطلب منهم انهم يسكتوا وبعدها بتطلب من بنتها انها تعتذر فبتأسف امريكا وتقولها انها مكانش ينفع تقولها كلام يجراحها فبتنهار مريكا وبتسألهم مين هم عشان يحكموا عليها فبتعتذر لها والدتها يا كمان وبتقولها انها ما قدرتش تحميها وعيالها من جوزها وانها كل اللي عملتوا انها طول الوقت بتسمحوا زي ما اتطلب منها وبتسمعهم اوتشا وبتتأثر وبتقعد تحت رجل والدتها وبتفضل تعيط وفي الوقت ده بيدخل ابن مريكا عليهم وبيعرفوا منه انه جوزها وصل فبتترعب مريكا لكن جريتا بتطلب منهم انهم يقرروا بسرعة فبيوافق الكل على انهم يمشوا وبتقولهم انهم هياخدوا كل الستات معاهم والاولاد لحد سن العشر سنين لكن الستات بيرفضوا وبيبقوا عايزين ياخدوا ولادهم معاهم فبتسأل اونا اوجست ان كان الولاد اللي عندهمها 14 و 15 سنة خطر على الستات او ممكن يعتدوا عليهم فبيقولها اوجست ان احتمال كبير انهم يبقوا خطر ودلق انهم في سن بيخلوهم متهورين لكن في نفس الوقت هو مؤمن بانهم ممكن يتغيروا ويتعلموا الحب وعشان كده هو موافق انهم يمشوا معاهم فبيوافقوا ووافقوا تطلب اجاة منهم انهم يجاهزوا نفسهم وعيالهم ويتطلب من اوتشا ونيتشا انهم يلفوا على البيوت ويعرفوا الستات هنهم هيمشوا الصبح وبعدها بتسأل اوجست ان كان هيقدر يقعد في المستعمرة ويعلم باقية الاولاد اللي مش يعرفوا اياخدهم فبيوافقوا بيقولها انه يقدر لكن بيباني علي اونى انها زالينا وبيباداوا انهم يجاهزوا حاجتهم ولما بترجع مريكا لبيتها بتطلب والدتها منها انها تروح معها عشان تحميها من جزء فبترفض مريكا وبتطلب من والدتها انها ترجع البيت وفي الوقت ده بيقابل اوجس تقنى وبيوريها الخريطة وبيعرفها مكانهم وبيعلمها ازاي تعرف الاتجاهات وبعدها بتعلمهم اونة لتعلمته من اوجس واول منهار بيطلع بيروحوا اخر اجتماعوا وبيتصدموا لما بيلوهم مريكا وبنتها داخلين عليهم وباين عليهم انهم مجروحين جامد وبتقولهم اوتش ان ابوها كانت ساكران ولما شافهم خدوا الخيل ضربهم كلهم فبتقولهم مريكا انها ساعتها ادراكت انها لازم تحمي اطفالها وبتنام على كتف والدتها اللي بتفضل تهديها وبيصالوا كلهم وبيرتلوا وبعدها بتوصل كل الستات المستعمرة مع ده سكارفيس وبنتها وحفيدتها وبتدخل نتي الاجتماع وبتعرفهم ان كل الاطفال جهزوا وبتتصدم سالومي لما بتعرف ان ابنها مش موجود وسطهم وبتسيبهم وبتروح تدور عليه وبتقولهم انها مش هتمشي من غيره فبتحس اجاتها بالتعب ومش بتبقى قادرة تاخد نفسها فبتترهب اونة على والدتها وبتفضل تعيط لكنها بتهديها وبتقولها انها مش هتدفن في المستعمرة دي وبتقول كل الستات انهم هيمشوا دلوقتي وقبل ما تمشي بتشكر اوجست على كل حاجة عملها وبتقولوا ان والدته اكيد فخورة بيه فبيتأثر ومش بيقدر يمسك نفسه وبيعيط ولما بيخرجوا بينادي اوجست على اونة بيقولها انه هيفضل يحبها على طول فبتتأثره وبتمشي وبتقوله والدتها انها كمان بتحبه وفي الوقت ده بتدخل سالومي على اوجست وبتاخد الفاس عشان يدفع عن نفسهم لو احتاجوه فبيسألها عن ابنها لكنه بيعرف انها خضرته بالمهدق بتاع البقر واجبرته انه يروح معاهم وبتقوله انها مش هتسمح لابنها انه يفضل موجود في المستعمرة فبيديها اوجست سلاح وبيطلب منها انها تخليه معاها فبتستغرب سالومي ان معاها سلاح وبتعرف انه كان عايز ينتحر فبتطلب منه انه مايموتش نفسه وانه وجوده مهم للأولاد وده انه هو اللي هيعلمهم فبيديها اوجست الدفتر اللي كان بيسجل فيه اجتماعاتهم وبيطلب منها انها تدي القناة وبترفد سالومي انها تاخده وبتقوله انها كده كده مش بتعرف تقرأ وبتطلب منه انه يحتفظ بالدفتر معاه وبتودعه وبتمشي وبيجهزه العربيات وبيركبه كل الاطفال والستات وبتسمح سكارفيس لبنتها وحفيدتها انهم يمشوا وبتفضل هي في المستعمرة وبتطبس تقوتشا لما بتشوف صاحبتها وبعدها في فترة بنشوف طفل قناة بعد ما والدته وبيخلص الفيلم الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر ده اللي هو ناعد ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو لصفحة هكونا مطاطر عشان تتابعوا ملخصات الأنمي والكارتون سلام